الاول افتح معي هلا شباب مثال ستة عشرة صفحة ستة وخمسين بحكي لك ما معدلة الدائرة التي مركزها نقطة الاصل والطور قطرها يساوي تمانية حلو المركز لازم يعطيك اعطيك مركز شو اسمه اسمه نقطة الاصل شان نقطة الاصل زيرو زيرو اعطيك ان القطر انه هيك قال يعني لفه دار معاك القطر اعطيك اياه تمانية احنا ما لازم كن معنا قطر لازم كن معنا نصف القطر مباشرة شو بتساوي اربع ركزها عليها معلومة صغيرة بس بتخلي كل حلق خلق نروح القانون طيران شو بنقول سين ناقص دال تربيع اكتبوا القانون لأول مرة زائد صاد ناقصها كلها تربيع شو بتساوي رات تربيع دال وهال هي المركز قال لي ان المركز صفر صفر فبعوض سين ناقص صفر كلها تربيع زائد صاد ناقص صفر كلها تربيع شو بتساوي نصف القطر تربيع يعني سين تربيع زائد سات تربيع شو بتساوي ستتعش اربع تربيع هاي هي معادلة الدائرة اللي مركزها نص نقطة الاصل ونص قطر ها قديش اربعة الكتاب هون شباب يعني ما عامل اشي زيادة بس بحكي لك الكتاب هون معادلة الدائرة لمركزها نقطة الاصل طول نص قطر هرا اللي هي هيك بديش احفظك الف قانون خاص احفظ قانون واحد بس تكون نقطة الاصل زيرا زيرا دالو هازا بتلاحظ اختفو بطل موجودين فعادي احنا لما نعوض بتروح معنا تمام تعالي ننزل تحت تدريب 6 2 شوف تدريب 6 2 شو بيقول بيحكي لك تدريب 6 2 برضو نفس الشي صفحة 56 تدريب 6 2 6 12 صفحة 6 و 50 ما معادلة الدائر التي مركزها نقطة الاصل وتمر بالنقطة كذا كذا ممتاز المس حكت لي انه انا عشان اعرف اطلع من المعادلة لازم اعطيك المركز ونصف القطر او المركز ونقطة تمر طفعنا نقطة تمر منها بطول مين نصف القطر وبحل اذا انت عندك المركز اللي هو 00 نقطة الاصل وعطاك انها تمر بالنقطة من سالب 1 و 6 يعني انت عندك دائرة مركزها نقطة الاصل مرأت من نقطة هاي نقطة اسمها شو سالب 1 و 6 عشان تكون اصاح النقطة ما بتكون هون النقطة بتكون هون سالب 1 و 6 تمام؟ عادي المسافة هاي شو اسمها؟ اسمها ننقف اللي انا لازم اطلعها اكتب القانون سين ناقص دال كلها تربيع زائد صد ناقصها كلها تربيع بتساوي مصره تربيع المركز عندي اياه ولكن ننقف ما عندي اياها اذا اول اشي لازم نجد مين؟ لازم نجد را لاني ما بعرفها را اللي هي بده تكون المسافة بين هايها المسافة بين نقطة الاصل اللي هي المركز والنقطة مين؟ سالب 1 و 6 يلا طيران نطلع را را شو بتساوي تحت الجذر؟ اعتبر ان مركز النقطة الاصل هي النقطة الاولى فبقول صفر ناقص ناقص 1 تربيع زائد صفر ناقص 6 تربيع را تساوي تحت الجذر 1 زائد سالب 6 تربيع 6 و 30 تربيع بطغن مع الجذر صح؟ هلا هون شو بتسرا؟ تساوي تحت الجذر اللي هي 37 بدنا نطير الجذر صارت را تربيع تساوي 37 يلا روحوا بالقانون ارجح فوق القانون هون سين ناقص مين هي دال مقطة الاصل؟ اللي هي هون صفر صفر تربيع زائد صاد زائد زيرو تربيع عفوا ناقص صفر تربيع شو بتساوي؟ هاي اقتلعت را تربيع مباشرة شو بتحق؟ 37 زبط لشكل ها سين تربيع زائد صاد تربيع شو بتساوي؟ 37 و هيك خلص تمام شباب؟ اذا فكرة الدرس عشان اطلع معادلة الدائرة هون بشكل مباشر لانه كمان شوي رح نشوف انه بطلت اعرف اكتب معلش بشكل مباشر كيف بتطلعها؟ هاي بعطيك مركز وبعطيك را اللي هو نصف القطر بتطلع المعادلة او بعطيك مركز وبعطيك نقطة تقع على الدائرة بتطول انت من خلال النقطة المرء اللي را وبتكمل حل تمام؟ اذا ندرسك لغاية الان بشكل مباشر كيف تطلع معادلة الدائرة اللي هي للمرة الالف سين ناقص دال تربيع زائد صاد ناقصها كلها تربيع بتسابيرات تربيع دال وها هم عبارة عن احداثيات المركز نقطة بعطيك نصف القطر ومركز او بعطيك مركز ونقطة تقع او بتمر من هاي الدائرة تمام؟ تعال نروح نطير على مثال او تدريب 6-13 تدريب 6-13 نفس الصفحة 56 هذا التدريب شباب جدا قوي انا رسمتلك اياه على ورقة لانه بحاجة انه يكون شويش المنظر مرتب طلع عليه اقرأ اول شي التدريب شو بيحكي اقرأ التدريب اذا كانت النقطتان الف خمسة سلب 12 النقطة با سلب 15 نهايتين قطر في دائرة مركز هاي الدائرة ميم طالب منك عدة شغلات اللي طالبهم شباب بيحكوا عن مجموعة الدروس احداثيات مركز الدائرة هاي تحكي عن الدرس الثاني اللي هو اخر درس فاتمعت منتحان شهر الاول طول مصو قطر بيحكي عن المسافة بين نقطتين درس الاول معادلة الدائرة بيحكي عن الدرس هذا هذا السؤال دامج ثلاث اسئلة بالوحدة اللي هي كلها عبارضها اربع دروس اصلا تعال نشوف النقطة الف اللي هي عبارة عن خمسة سلب اطناعش تمام خلنح هون هاي هي سلب اطناعش وهون اللي هي اطناعش بالسينات عندك هاي خمسة عندك هاي شو سلب خمسة طبعا انت لو رسم بالامتحان رسم مفتراضة ما في مشكلة بس هون عشان ما اجل اشرح لك كل موضوع عندك واضح من هي النقطة خمسة سلب اطناعش لنفترض انه هي هي يعني النقطة خمسة سلب اطناعش تقريبا تكون وين لتحد والنقطة بال هي شو سلب خمسة اطناعش تكون فوق المهم انه نهايتين الاقطار شباب عشان انت تكون فاهم نهاية الاقطار هي حلو هاي الف وهي بس بديك تفهم شو يعني نهايتين اقطار بين الف وبا هدون نهاية القطرين ويكون موصول مع بعض فهذا عبارة عن قطر في الدائرة مس كيف عرفت النمر بالمركز هل انا ما تحل بتاع في نمر بالمركز لان رسم تلي رسم زي هي عشوائية تلي هي مس سي با وهي الف هذا العبارة عن نهاية اقطار وعند تلي هي 100 صحيحة حلو بس عشان انت تفهم كيف اذا عندك الف وعند نهاية اقطار المركز شو اسمه المركز اسمه ميم اول اشي طالب منك بحكي لك ما احداثيات مركز الدائرة لو ما رسمتي الرسمية بتقدر تحذرها بما اني انا بقول انه نهاية اقطار نهاية اقطار احداثيات مركز الدائرة مركز الدائرة يجي بالنص يعني المسافة بين نص القطر وبين هاي وها نص القطر هاي كاملة شو اسمها اسمها القطر فانت كيف تطلع المركز المركز اللي هي احداثيات منتصف الف هاي احداثيات منتصف الف ب اذن المركز بيجي عند نصف القطعة او نصف القطر نصف القطعة اللي هي شو اسمها اللي هي اسمها القطر فعشان هيك المركز بوقت بالنص نص القطعة اللي هي نص القطر يعني عند نصف الف ب فانت كيف بتطول احداثيات منتصف منتصف الف ب كيف بتطولها اللي هي عبارة عن الدرس الثاني مجموع السينات سن واحد زائد سن اتنين ع اتنين وصد واحد زائد صد اتنين ع اتنين اذا احداثيات منتصف مرة الالف شباب بسرعة هيك خط بس انت متعود عليه اللي هو شو احداثيات منتصف الف باع اللي هي مجموع السينات ع اتنين فاصلة مجموع الصدات ع اتنين هدا اخر درس فتماعك شهر اول يلا كيف